لو خلاص قررت انك تعمل وثيقة تأمين يبقى انت اكيد بتسأل نفسك سؤال دلوقتي يا ترى اعمل وثيقة التأمين في البنك يعني تأمين بنكي ولا اعملها في شركة التأمين لو عاوز تعرف ايه الافضل ليك كعميل يبقى خليك معك ازايكم مرة تانية انا واجدي داود ودي قناة زيتونة التأمين لو اول مرة تشوفنا ومهتم بمجال التأمين او حابب يكون ليك وثيقة التأمين يبقى لازم تشترك في القناة دلوقتي لانك هتستفاد مننا جدا وما تنساش لو عجبك الفيديو انك تعمل لنا لايك علشان اكيد اللايك بتاعك هيفرحنا كتير وهيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر واكتر وهيخلي الفيديو كمان ينتشر وغيرك هيشوفه لان فيه غيرك اكيد مستنيه يوصله يلا بقى كده سريعا سريعا مش عايزين نطول عليكم عايزين نطول في الموضوع على طول وفي نفس الوقت مش عايزك تقدم في الحلقة عشان ما ترجعش تقول لي انا مفهمتش حاجة وفي الحلقة دي هتخليك تستغنى عن كلام تاني كتير انتوا عارفين طبعا انا مش بطول عليك في الكلام يلا بينا وخلينا نفعا لو عاوز تفهم الحلقة دي كويس يبقى لازم ترجع للحلقة اللي فاتت وقف هنا وارجع سيب لك الرابط في الوصف فوق صابعي هنا على طول ادخل عليه وهتفتح الحلقة وتفرج عليها وبعد كده ارجع وكمل الحلقة هنا تاني هتعامل معك بقى في الحلقة دي ان انت خلاص سمعت كويس وان انت خلاص قررت انك تعمل وثقة التأمين وحاليا جات مرحلة التنفيذ يا ترى هنفذ التأمين في البنك ولا في شركة التأمين مع المندوب المباشر خلينا كده نبدأ كلامنا بمثال لو حبيت تاكل كشري مسا وقامك مطعمين اثنين مطعم بيبيع فول وفلافل وكشري وفراخ وحبوشي ومطعم محل بيبيع كشري بس وطواجن وكلام من ده مكارونات وحضرتك حابب تاكل من حد متخصص هتروح لمين هتروح للي بيبيع كل حاجة ولا اللي بيبيع الحاجة اللي انت عايزها كشري بس زي ما بيقولوا عندنا هنا كده بالبلدي اد العيش لخبازه المثال ده هنحتاجه بنفس الصورة دي لان زمان كان البنك متخصص بس في الخدمات المالية انه يعني افتح حساب هربط شهادة هربط وديعة وزون خزانة كان بالتالي متخصص في الخدمات المالية بس وكانت شركة التأمين مهتمة بوسائق التأمين وكان كل واحد بيشتغل مبفرد بعيدا عن السان وكان زمان طبعا كان شركة التأمين لو حد بيسأل عن وصفة التأمين فبيطلع يعملها في شركة التأمين على طول وكان اي حاجة تخص الخدمات المالية كانت في البنك يعني عايز افتح حساب عايز اربط وديعة عايز اربط شهادة وزون خزانة كان الكلام ده بيتم في البنك لكن حاليا الشركة حبت توسع مجالها والبنك كمان حب يوسع مجاله الشركة محتاجة ان هي تجيب شريحة عملة اكبر والبنك محتاجة امولات ومحتاج فلوس داخلة وطبعا لما هيعمل وصائق تأمين في البنك هسددها من خلال البنك من حساب بتاعي الجاري اللي في البنك فبالتالي بقى البنك وسيلة خدمية للتأمين يبقى بكده ان الشركة وصلت لشريحة اكبر من العملاء لان طبعا عملاء البنك اكتر بكتير من شركات التأمين ومش معقول ان شركة التأمين هتبقى جاية من بره تيجي تشتغل عندنا هنا في مصر هتعمل مقر لها في كل مركز مثلا لا الافضل ان ما يجيب لك مكتب ويحطه مثلا في كل بنك فبالتالي هو اشتغل ووفر على نفسه والبنك برضو شغال وده طبعا ادى بكسرة الى كسرة الشركات الاجنبية في البنون وده بخلاف طبعا الشركة الحكومية مصر لتأمينات الحياة وبالتالي هي موجودة في كل مركز او كل مدينة في مصر حتى ان فيه في بعض المدن بقى ليها اكتر من مقر واحد في المدينة الوحدة وكمان انتشرت موقفتش على كده فدخلت فيه مكاتب البريد المصري وهي دلوقت بتتمركز كمان فيه البنك الاهل عندنا هنا في مصر مترسخ عند فئة كبيرة من العملاء ان اي حاجة لها علاقة بالفلوس يبقى البنك على طول فبيطلع على البنك مع ان ممكن المندوب التأمين المباشر يروح له لحد عنده لكنه ما بيوافقش وبيروح يعمل واسكوط التأمين في البنك بعد كده لما تتعرض عليه ويقولوله معانا شركة التأمين هنا محترمة وروح واسألهم وتكلم معاهم وهيارض عليك التأمين فبالتالي بيوافق من غير ما يفكر ولا يتعب نفسه وبيكرر على طول هو لسه اعت وطبعا ده بيعمل مشاكل كتير بتيجي كلها بعد كده سنة اثنين تلاتة اول ما بيتزنق في فلوس بيجري جارية على وثقة التأمين لانه بقى في الوقت ده ما فهمش هو لو يعرف هو مش هيفكر فيها تاني لانه ما يعرفش ان التأمين لازم اعمله وانساه علشان كده النقطة دي بالذات تتحسب للوثيقة اللي بتتعامل في شركة التأمين لان العميل لما بيروح يسأل في شركة التأمين او ان المندوب بيجيلك المندوب نفسه بيديله فرصة يفكر وبيقول له انا هسيبك تفكر وان شاء الله رد علي في خلال يومين ثلاثة فبالتالي برضو العميل قعد مع نفسه الاول قبل ما يقرر ان هو ينفذ الوثيقة بيدي لنفسه فرصة ان هو يكون ايه خد وقته في التفكير ويشوف التزاماته ويشوف هل القصط ده هينسبه ولا لا لانه طبعا القصط لازم يكون خارج عن اعبائك اللي انت بتستهلكها على طول والنقطة دي بالذات انا اتكلمت عنها برضو بتوسع واتكلمت كمان عن اربع شروط لازم تحطهم في اعتبارك قبل ما تعمل وصفات التأمين هسيب لك دلوقتي اللينك بتاعهم فوق هنا ممكن تسيب الفيديو هنا وتدخل تسمعهم بعدين ترجع تكمل فيديو تاني عشان تقوموا ملم حتى في نقطة مهمة جدا برضو لازم تاخد بالك منها ان البنك مهما كان هيسوق لك هيسوق لك برنامج او اثنين او ثلاثة لكن شركة التأمين بيكون فيها كل برامج التأمين اللي بيشوفها مناسبة لك موظف التأمين وبالتالي بيطبقها على حضرتك كلامي ده ما بيخصش بنك معين ولا شركة معينة كلام ده لاي بنك ولاي شركة التأمين لو انت عارف ان البرنامج اللي انت رايح تعمله ده موجود في البنك روح على البنك اتكال الله على طول لكن لو لسه هتاخد فكرة وهتسمع وبقى كده تكرر براحتك يبقى الافضل انك تبدأ بشركة التأمين وبعد كده تكرر بقى تعمل في الشركة لو البرنامج موجود في الشركة والبنك عادي عاية تعمل في الشركة يعمل عاية تعمل تديلك فرصة ان انت تفكر الاول وهيتكرر ولو انت رُح طيلها يبقى انت سامع وعارف فبالتالي انت رايح تنفز على طول لكن لو انت في البنك اكيد البنك انت بتبقى رايح تعمل مثلا خدمة تانية وبيكيب يوجهوك على شركة التأمين فطبعا ما بتكونش عارف عنها او مش سامع فلو قررت في نفس الوقت اعرف ان انت مش هتكمل للتأمين للنهاية طبعا ان انت ممكن ان انت تدي لنفسك فرصة انك تفكر او تكرر لكن فيه ابتكلم عن الفئة اللي ما بتفكرش تمام لكن التأمين البنكي زيه زي شركة التأمين بالظبط ما فيش اي حاجة ما فيش اي مشاكل لكن بشرط ان انت تكون عارف انت رايح تعمل ايه ثالث نقطة معي ان تعدد البرامج في شركات التأمين بيمتج عنه كمان مندوب قوي جدا وموظف تأمين يساعدك قوي ان انت تختار البرنامج المناسب ليه فيه نقطة رابعة كمان مهمة جدا ممكن ما تهمش كل الناس لكنها انا بشوفها مهمة جدا بحكم احتكاكي بالسوق دايما والتأمين المباشر مع القملة ان فيه عميل بيحتاج تحفيز دايما وبيحتاج ان انا اعمله خصم وبيحتاج ان انا جيب له خصم من الشركة فبالتالي مندوب التأمين المباشر بيكون له يعني في الحيطة دي خبرة قوية قوي ان هو يفيد العميل فيها والنقطة دي بالذات بترجع في ايد مندوب التأمين المباشر هو بس اللي بيقدر ان هو يكرر معاك يعمل لك خصم ولا لأ لانه بيبصلها لحاجات كتير قوي قبل ما بيكرر وطبعا قبل ما تعمل وثقة التأمين البنكي جوه البنك لازم تحط في اعتبارك كده كذا نقطة اول حاجة ان التأمين اللي حضرتك عامله ملوش علاقة بالبنك التأمين بيكون مع شركة التأمين تاني حاجة ان القصط اللي حضرتك بتدفعه ما بتدفعهش للبنك بتدفعه لشركة التأمين ولما بيتخصم من حسابك بيتحط في حساب شركة التأمين تالت نقطة معايا لو حضرتك حبيت تلغي واسقة التأمين بتاعتك في اي وقت لاي سبب ان كان ما بترنش على خدمة عملاء البنك بترن على خدمة عملاء شركة التأمين رفح حاجة ان القوانين اللي بتتطبق على العملة مش قوانين البنك ملاش اي علاقة بالبنك القوانين دي بتخص شركة التأمين فيه سؤال بقى هنا بيطرح نفسه بس قبل نقولك الاجابة لو انت نسيت بره تشترك في القناة اشترك في القناة انا بقى كعمية سمعت كل الكلام اللي فات وحلوة قوي اعمل بقى الوثيقة فيه طب انا سمعت دلوقتي من وجد داود بتاع زيتونة التأمين ورنت عليه ونصحني وقال لي ورنت على فلان ونصحني وقال لي وفلان قال لي ان البنك الاهلي في شركة تأمين حكومية فاروح هناك اضمن واحسن وخلاص اعمل ايه بص يا عملي العزيز القرار قرارك انت اللي بتكرر انت هتأمين فين علشان بعد كده تبقى انت اللي متحمل كل المسئولية الوحدة بس ما قدرش اقولك انك تدخل اي شركة وانت مغمضينة لازم تفكر كويس في النقطة دي بس هسألك سؤال وانت اللي هتعرف تكرر بعد كده الوحدة ليه عورك ما سمعت ان فيه عميل اجنبي جه امن عندنا هنا في مصر في الشركة الاجنبية اللي هي اصلا من بلده ومكرها عنده هناك ليه ما امنش هنا وتعاقد في مصر طيب سيبك من دي ليه المصري بيسيب الفرع بتاع الشركة الاجنبية اللي هنا في مصر ويروح يأمن في المكر الرئيسي لما يكون هيأمن مثلا على الشركة بتاعته مثلا على الموظفين اللي عنده كلهم وكده ليه بيروح يأمن هناك ما بيأمنش هنا في مصر والاهم انك تدي لنفسك فرصة انك تفكر قبل ما تصدر اي قرار وان القصط اللي حضرتك هتدفعه في التأمين ما يكونش بيمثل اي عبء عليك بعد كده او ممكن بعد سنتين ثلاثة لان ياقل لمدة التأمين عشر سنوات وما ترجعش تقول عاوز افصل التأمين وان انا كده هخصر بس كده خلاص انا كده خلصت الفيديو بتاعي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك علشان اللايك بتاعك اكيد بيفرحني جدا وهيشجعني كمان بعد كده ان اعمل فيديوهات تاني ولو ما عجبكش ايه اعمل برضو لايك علشان اللي جاي بعد كده ان شاء الله هيعجبك ولو نسيت تشترك في القناة انا بفكرك تاني اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك اشترككم على خير باذن الله مع السلامة